وعن الانتخابات المحلية المرتقبة في العراق أكدت مفوضيتها العليا تقديم الحكومة دعمها الكامل لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات بكل نزاهة وحيادية في كانون الأول من العام الجاري مشيرة إلى التعاون مع وزارة التجارة لغرض تسجيل الناخبين غير المسجلين بايومتريا عقب الاجتماع الذي جرى بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس وعضاء مجلس المفوضين بحضور سادر مديرين العامين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22-5-2023 الذي قدم فيه دعم الحكومة الكامل لعمل المفوضية في إنجاح انتخابات مجالس المحافظات بكل نزاهة وحيادية في كانون الأول من عام 2023 مع الاستعدادات الانتخابات المحلية المقبلة وافق رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي على آلية التعاون مع وزارة التجارة وذلك بتنسيق العمل والتعاون مع المراكز التموينية من خلال عمل موظفي المفوضية جنبا إلى جنب مع موظفي المراكز التموينية لغرض تسجيل الناخبين غير المسجلين بايومتريا مع توزيع بطاقة الناخب للمسجلين سابقا وذلك عند تحديث بطاقتهم التموينية